اعادة بعث محطة تكرير البترول بسيدرزين وزيادة انتاج مصانع التكرير الموجودة وكذا شراء مصفة اوغوستا بيطاليا عوامل سمحت للجزائر بتحقيق اكتفائها ذاتي من الوقود ما يسمح بتوفير اكثر من مليار دولار سنويا كانت تنفقها الجزائر لشراء هذه المادة بينما كان لدينا فقط وعجز في حدود السوق الوطني للوقود في حدود 3 مليون طن اننا وصلنا اليوم من خلال هذه القدرات الى قدرات كلية في حدود 31 مليون طن وهذه هي القدرات انها تتجاوز حاجات السوق الوطني في الوقت الحالي في حدود 14 مليون طن الحديث عن تصدير الوقود افاق 2022 ببلوغ الانتاج 40 مليون طن سنويا اعتبره الخبراء انه لابد ان يتماشى مع مضاعفة اكتشافات حقول البترول اننا لما اقول تكون لدينا قدرات تكرير في حدود 40 مليون طن لما اأخذ انا انقرنها بالنسبة لقدراتنا في الانتاج من الخال سنجد بان 40 مليون طن التي تذهب الى محطات تكرير سوف تستنفيذ 3 اربع انتاجنا الكل من النفط معنا ذلك سوف نجد صعوبات ونجد ضغوطات كبيرة على امكانية وفائنا بعقودنا مع شراكائنا في الخارج معطيات ورغم جبيتها يرى فيها بعض الخبراء انها لابد ان تكون مدروسة فزيادة انتاج الوقود يمس 75% من انتاج البترول وهو ما قد يساهم في تراجع حصة الجزائر الخارجية من تصدير النفط الخام موسيقى